الفار تجاهل ضرب الجزاء صحيحة 100% لمحمد شريف واحتسب لعبة رمي صابري وده سؤالي للأستاذ أحمد السيد أحمد يا سيد الأهلي كان لي ضرب الجزاء ولكن في النهاية السؤال إلى متى سيظل الأهلي مبدعا في الشوت الأول ويغيب عن الأداء القوي اللي بدأ به في الشوت التالي وإن كان مع التغييرات استضاع مسماني أنه يعود للتماسك من جديد بعد التغييرات اللي أجراها بسهل فل زمينا أحمد السيد خبيرنا المتخصص في أخبار النادي الأهلي أبو حمد سلام عليكم طيب ممكن أكلمك من التليفون علشان خاضر النت بيه بأدي عندك أكلمك من التليفون نتكلم تليفونيا لأننا باب عارف عند أحمد لما بيكون النت مصبوط بيه بأظاهر من الأول خلي بالكم بنوه تالي مباراية الأهلي ومباراية الزمالك عن أحضرها هنا في كافية نغم عند صديق العزيز الحق محمود المنشاوي ونصور مع كل زمينا اللي عيجوا وأصدقائنا من الجماهير نلتقيهم هنا بإذن الله تعالى إن شاء الله وعايزين نقول للحق محمود إحنا جماهيرنا بسم الله ما شاء الله إحنا معنا ألاف اللايفهم عايزين بس ميات منهم يجوا يتفرجوا معنا على المطش عشان نعمل حالة جماهيرية ونعمل شغل كويس إن شاء الله موسيماني محمد أيمن موسيماني سيرحل بعد كلام الكابتن شبير موسيماني سيذهب إلى تدريب منتخب جنوب أفريقيا وما جاءني وده انفراد لي أن الكابتن محمود الخطيب اتحدث معه الكابتن محسن صالح وفي سرية تامة الأهلي يبحث عن بدايل علشان لما ياخد قرار الأهلي لا يقف على أحد والأهلي دايما جاهز لأن الأهلي ما بيعرفش نظام إلا خمسة الأهلي يخطط بفكر طويل المدى وقصير الأجل علشان كده هو نادي القرن والبطل المتوجع على كرة القدم في القارة الإفريقية وليس في مصر فقط سيد أحمد السيد السلام عليكم عليكم السلام يا سيد عبد الناصر نمور الدنيا بحييك وبحيي كل المتابعين أسألك نفس السؤال اللي بيسألوا كل الناس لماذا التراجع في الشوت الثاني كلما أنهى الأهل الشوت الأول بهذه الجمالية وهذه الروعة شفنا الشوت الأول قدام الزمالك أكثر من رائع وفوز للأهلي ثم تراجع في الأداء في الشوت الثاني النهاردة فيه تراجع في الأداء في الشوت الثاني ولكن اللي اختلف عن مباراة الزمالك يا أحمد أن مستماني مع التغييرات استطاع أن يصل إلى التوازن من جديد أتفق معاك يمكن المباراة الغربة كانت مختلفة بعض الشيء والدوافع مختلفة لأن بعد هزيمة النادي الآلي من فريق السموحة أصبح النادي الآلي داخل المباراة بتركيز شديد جداً وده يبدو أن المستماني كان شاحن اللعيبة بشكل كويس محضر للقاء بشكل كويس لما اتتلم في المؤتمر الصحفي عقب لقاء نادي الآلي واسموحة وقال جوه كرة أرشة اللي أضح أرشة في الزمالك سموحة لقاء سموحة كانت تتغير مدرى المباراة واضح أن العد النادي الآلي ركزت من البداية اشتغلت على الدقائق الأولى والقراط الأولى للستيح للفريق في ظل عدم تركيز الفريق المنافس فالديتين الآلي بيجيب هدفين بيركب المباراة بذري بيتغير رتم المباراة طبيعي شوية بشوية انت عن طبيعة اللعب المصري في الشروط الثاني الأمور بتهدأ خلاص انت كذبان نادي الشروط الأول 3-0 طبيعي بس بترتاح شوية الآلي برضو مرهق من ضغط مباراة كتير الفترة الماضية فاللعيبة تبدأ تلعب اللعب الاقتصادي على قد الحدث على قد المستوى انت متقدم ثلاثة يمكن ضربة الجزاء خلي بالك يا محمد انا انا بشكرك على النقطة دية لان يبدو اني مثماني من اصحاب الفكر ان انا في الدور المصري باخد اللي انا عايزه وحاول اعالج ضغط المباراة ان انا لما انهي الشروط الأول متفوق بهدف او اثنين احاول العب لعب تجاري بس ده ما بيفضمنش في ظل المستويات القوية يعني مثلا بعد هدف امبي من ضرب الجزاء اكتر من قرى ضاعت قبل التغييرات ما تزبط الفرقة بتاعت النادي الاهلي اه 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 وانه اي اسرامي ربيعه وطعب سمير ما شفنهاش من كتير المهارضة احمد بيكام بيبدا بشكل اساسي وابتدي السخة المدافع بك ايصر بك شمال المهارضة مميز جدا اه كوكا ياخد السخة ويلعب من بادري ويقدم مباراة مميزة بشكل كويس اقرب توفيق من نجوم اللي فقط فانا عايز اقول انت في المجمل بتلعب اللي انت عايزه انت لما تضمن المباراة من بادري بتبدأ تقلل شوية فقط اللي على العبتك اللي حركت كتير والفتنة بتبدأ تريح شوية ببلداء اقتصادي زي ما انت بتقول بعض الشيء وبحيك على الجملة لان انت عارت ان كمان يومين ثلاثة فيه مقش تاني وبعدين بيومين ثلاثة فيه مقش تاني فمش عايز ترق اللعيبة جنة رمي صبري لما جيت تدى الامور تبغير شوية ابتدى موسمان يعمل الاستفاقة لللعيبة كان فيه تخوف ان ام بيو وصل بعد اوضاع كورة واثنين ابتدى الاهل يمسك نص المرعب تاني ويفوه من جديد وتبقى له السيطرة ووصل واضع اكتر من كورة لكن في المجمل الاهل عمل مباراة مميزة في الشروط الاول بالتحديد باين فكر موسماني الكورات الطولية لما بين المدفعين يعني واضح جدا انها من فكر موسماني الضربات السابتة واقش يلعب كورة بالعرض والسلية يتددى بهذا الجمال والحلاوة دي جمل فنية اللعيبة متمرنين عليها وتشغل موسماني فيعني اعتقد النهاردة موسماني يرد بقوة على كل منتقدي الفريق الشروط الاول رغم الغيابات كان بمظهر كويس جدا يعني عمل مباراة مميزة في الشروط الاول الشروط التاني فيه ترابة للادأبة طبيعي مع استفاقة انبي العيدة عندهم عمر سنية صغيرة في السن عندهم مدرب قدير زي كابتن فيلمي طولان فيعني عملوا مباراة في المجمل محترمة ولكن الاهلي حقق ما اراده ورغم الغيابات ورغم الغيابات الاهلي يعني استطاع الفوز وفوز بنتيجة البيرة بثلاثة اهدف مقابل هدف اه برضو يعني بحييث سلمتة نوصة مهمة اتفضل يعني زي ما احتسب ضرب الجزاء لرمي صابري والفار انا شايف برضو حكم اللفار يعني حكم نادر امر الدولة كان لابد فعلا انه برضو يستطيع محمود عشور ويقول له على مسكة ايمان عشرف عفوا مسكة محمد شريق يعني نفس قورة محمد شريق بص فاعد اقول لك على حاجة يحمد 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 احنا بنتفرج هنا في كافية نغم عند الحج محمود المنشاوي لما جات لعبة محمد شريف مرض لك نتكلم وما كنتش ناوي اتكلم فيها ولكن لما حسب رامي صابري كده الاهلي طرب الجزاء سليمة ونادر امر الدولة اكله بميكيالين في المباراة صح صح انت زي ما شفت دي وكان ممكن كورة محمد شريف لا تحتسب لو افترضنا من المسكة يعني فيها ببعض الشيء بص هيا هيا دي زي احمد دي يا بابي دي زي دي حكما نلفش وندور دي زي دي اه دي زي دي حكبت دي وهنا اللوم اكتر على حكم بصراحة نظر امر الدولة زي ما شفت دي كان من الممكن انت استدعيه حكم المباراة وتقول له زي ما شفت دي زي ما شفت دي لان انت برضو استدعيته في كورة رامي صبر يعني ففي المجمل طبعا الاهلي ظلم في ضرب الجزاء ولكن في نهاية ما افترضش على مباراة الاهلي حقص الماء يعني سعى اليه وفاز بنتيجة كبيرة وزي ما نقول الاهلي كسب ظهير ايصر من العيبة المميزين اكرم توفيه بياد مباراة مميزة جدا محمد شريف يعني يوصيد بكذمة في الرجبة على هزل الاتف تم تغييره بين الشوطين ولكن خفيفا ان شاء الله طلاح نفس ان بيبدأ يشارك النهاردة ويكون موجود برضو حسين الشحاس يعني بيرجع لذاكرة في التهديد النهاردة جاب كورة هدف مميز وطنع كمان هدف تاني فهي حسين الشحاس بيستعيد جد من مستوى علشان يرجع لان النادي اللي قال لي محتاج اللعيبة اللي زي دي محتاج حسين الشحاس محتاج طاهر محمد طاهر محتاج كهرباء محتاج اكرم توفيه محتاج البدائل واللعيبة اللي هتفد خصوصا انت عندك لخص مباراة كتير في الضيابات وللطباط قيمة كل لعبات مهمة طيب برسك انا الان من بعض الاصدقاء اللي بيتابعون الاستاذ احمد عبدالله بيقول لك صحيفة استيزن صحيفة استيزن الجنوب افريقية تؤكد ان الاتحاد المحلي في جنوب افريقيا ربما يكون قد استقر على البرتغالي كارلوس كيروش كمدير فني لمنتخب جنوب افريقيا وده بس عكل الناس بتسأل ايزا اخدق لده قبل ما نرجع على تصريحات المباراة كلام الكابتن شبير وتصريحات الاعلام في جنوب افريقيا هل سيرأى المسلماني امسيا 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 يعني طلقت الصلاة الهاتفية من الناس المؤمنين في جنوب افريقيا منهم وزير الشباب والرياضة ومن مسؤولي الاتحاد الافريقي في جنوب افريقيا مسؤولي الاتحاد بكرة القدم في جنوب افريقيا نسي قصة هذا الامر المسلماني الكرة في ملعب مسلماني يعني مسلماني كانت محمود الفطيب اداله منتقى القرية يعني في الاخر دي بلده حابب يرجع اكيد النادي الهالي مش يكون عقبا بداه مسلماني بيفاضل وان كان يعني لما تسؤل في البدايات قال انه عنده حلم مع النادي الاهلي وهو لسه محققه مش عايز يقصعه ويرجع تاني للجنوب افريقيا لانه قايل انه جاي هنا يعمل مشروع طيب خليني برضا خليني برضا اجي معانا برضي تصريحات رئيس جنوب افريقيا منذ قليل اكد مسماني ابلغنا انه مستمر مع الاهلي لم يهدس تواصل رسمي بعد كلام مسماني وربما يكون كاروش هو المدير الفني القادم لجنوب افريقيا يعني الراجل قال ان مسماني ابلغهم رسميا لانه مستمر مع النادي الاهلي ما انا بقول يا زعب مصر الموقف النهاية يحصل بشكل قاطع يوم الثلاث ولكن اللي حصل زي ما انا بقول عندما فتح مسماني في هذا الموضوع منذ يومين بالتحميل كان رده انه مرتبط بعادة مع النادي الاهلي عنده مشروع بيعمله في النادي الاهلي مش عايز يقطع المشروع لانه مش من عادته وبيقول انه دايما بيقتزل طيب مع ذرة يا ابو حميد يا ابو حميد اللي بيسأل عن مباراة الاهلي والزمالك في كرة اليد في نهاية كأس مصر المباراة يتبقى منها دقيقة ونصف وهناك ضرب الجزاء رمية جزائية للزمالك والاهلي بيلعب نائس واحد اخر دي او نص واحنا في اخر دي او نص من المباراة والاهلي بيلعب نائس واحد وفي رمية جزائية للزمالك والمباراة ملعنار معاكم لحظة بلحظة مع احمد اتفضل يا احمد طبعا مباراة مهمة الاهلي والزمالك في نهاية كأس مصر بيعا بفوز الزمالك منذ ايامه تتويج ببطولة الدور العام في اكيد الاهلي يعني بيسعى للفوز تتويج بكاس مصر على حساب نادي الزمالك المباراة على فكرة يعني مشتعلة جدا بلغة الكرة ركبها من بدري وصل الفرف احيانا الى خمس اهداف الرمية الجزائية للزمالك اتصدت والنتيجة ستة وعشرين اتنين وعشرين بقيت ستة وعشرين تلاتة وعشرين ستة وعشرين تلاتة وعشرين للاهلي ورمية جزائية اتصدت منذ قليل خلاص بقي تلاتين سانية خلاص بقي تلاتين سانية رجالة بقي تلاتين سانية الاهلي ستة وعشرين الاهلي ستة وعشرين اتنين وعشرين خلاص كده مبروك للنادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي لانه قاعد عشر ثواني والفارق تلات اهداف ستة وعشرين تلاتة وعشرين والبقي عشر ثواني خمستاشر سانية عشر ثواني الاهلي اهو انا معاكم على الهوى لحظة بلحظة يا جماعة معاكم على الهوى من خلال صفحة الإعلامي عبد النصر زيدان وزمينا الأستاذ شهاب والأستاذ فاروق يعني مكسرين الدنيا على الصفحة في التقضية خلصة المباراة انتهت المباراة 26-23 للنادي الأهلي مبروك الأهلي بطل كأس مصر يبا كده الأهلي والزمالك سيلتقوا مرة ثالثة على كأس السوبر في كرة اليد الزمالك بطل الدوري لكرة اليد للمحترفين والأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد للمحترفين 26-23 مبروك يا أحمد مبروك ألف مليون مبروك لجماهير الناجي لأهلي لأهلي عمل مباراة مميزة جدا وما كانش والله يستهل الخصارة في الإنتام منذ أيام أهو الفرح يا جماعة أهو بصور لكم بصور لكم من الكافية من الكافية لغم أهو أهو الأهلي فاز أهو نهاردة اليوم كله أهلاوي عند الحق محمود المنشاوي في كافية نغم 27 دا الحدايا لا تعالوا على حسابي أنت فوق دماغي أنت ساكن في حدايا الأهرام لازم تيجي بزور الكافية أجمل كافية في الحدايا دلوقتي هيا جماعة فرحة الأهلي هم صور لها لكم من البلازمة 26-23 للأهلي والأهلي بابا الكأس مصر الرسمي لكرة اليد للمحترفين كانت مزاعلة على بيئن تايم سبورت 3 طب يا خيار فضل أهو مبارك لجماهير النادي الأهلي ماهما ينفعش يا صيد عبد النصر بعيد ميلادي النادي الأهلي المية واربعة واربعة واشر والأهلي ما يكسبش في الدور العام وما ياخدش الطول الكاث مصر لذكرة في اليد فيعني كل الأهلوية بيحتفلوا بعيد ميلادي الهلي المية واربعة واشر كل السنة هم طيبين اهو خلينا بننفع يا احمد مع زرة للمقابعة بننفرد بأول صور من احتفال الأهلي بالفوز على الزمالك 26-23 اهو معاكم اهو الناس كلها بتقول لك مبروك يا صيد احمد مبروك لكل الأهلوية المحترمين اللي بتبعونا في كل مكان ألسن دي ومبروك يعني كان يازم لازم في يوم زي ده الاهلي يختموا بتتويق بكاث مصر الكرة في اليد والأجمل من الفوز الأداء يعني يمكن اللي أهلي تفوق زي مقولك تبوط للفرق وشتة هداف على نادي الزمالك اللي أهلي عمل مباراة أعلى من الأعمالة كمان في اللقاء الدوري اللي أهلي يفوز بطول الكأس مصر ألف مليون مبروك ده غير السلسية يعني لالي فعيد ميلاده مختلف كالعادة اللي يعني دايما دايما مفرحنا ألف مليون مبروك لكل الأهلوية المحترمين الأهلي رسميا بطل كأس مصر في كرة اليد للمحترفين بعد الفوز على الزمالك ستة وعشرين تلاتة وعشرين في مباراة نارية تألق فيها النادي الأهلي طيب هنرجع لليد والتصريحات اليد ولكن نرجع لتصريحات مسماني وماذا قالوا بعد مباراة الأهلي وإنبيا بهمين طبعا يعني الأول زي ما احنا تكلمنا الآن عمل مباراة مميزة جدا زي ما الناس احسفلت على السوشيال ميديا في ذكرى تأسيس لالي 114 لالي بيتوجع على أنبي يمكن مسماني برضو خلينا نوضح بعض اللقاء تحدث يعني يمكن هو بيكلم وإحنا موجودين معاك تحدث عن إصابة محمد أشرف قال لرجع يعني كادنا في الرجبة على هذا اللي فات تم تغييره قال لأن احنا عملنا مباراة مميزة في الشروط الأول بيذكر اللعيب على الأداء بيقول إن كان ضغط المباريات بيقدر لالي إنه يستفيد بعض اللعيبة قال النهاردة كان فيه لعيبة أساسين كتير مش موجودين ولكن هو بيذكر اللعيبة على الأداء المميز قال يعني استطاعنا نحن نستغل الفرص من البداية فالمباراة كانت بداية مختلف على عكس بعض المباريات قال هي دي كرة القدم قال إن بيعمل المباراة مميزة لكن ما بيذكر لالي قال علينا إن إحنا على طول في ضغط المباراة ده نقفل ونستعد للمباراة القادمة لأن ضغط المباريات يعني هو اللي بيحرك بشكل جيد ولكن قال إثناء ما كمان الفترة اللي جاية هي فعيد العدد من اللعيبة المصابين ياسر إبراهيم هيزر يرجع كمان على أول الشهر بإذن الله علي المعلوم وإذن الله يكونوا موجودين في المناسبة كمان الكابتن تالي عبدالحطيس كان بينافض عقوبة اللقات وما كانش مابول على دكة المباراة المهاردة بسبب قراره كمان التحاد القول لإقاطة مباراة اليوم طيب في أي تصريحات تانية على مباراة الأهل ومبي يمكن كابتن تامي ومسان كمان يتكلم على الأداء والجمل الفنية للنبي العملها من تحقيق الخوز قال الأهل بيستغل التدريبات في بعض القرار بيتم تطبيقها وده اللي حدث في المباراة الآن جاب ثلاثة أهداف من جمل فنية الأهل اتمرت عليها شكر اللعيد على الأداء أشارت كمان بعد دفوك النهاردة لعب المباراة بشكل خويس أشارت بتاع بيتمير وأشارت كمان بي رمي ربيعة نهاردة الجمل الأولاني من تنبيير رمي ربيعة شكر اللعيد على الأداء في ظل ضغط المباريات قال الآن يعني كل لاعب موجود في القيمة هو لاعب أساسي ويضغي لعب المباراة بشكل مميز قال على طول هنستعد المباراة القادمة اليوم الشلساء أمام فريق جيز بسرية المطري المباراة يوم الثلاثة اللي جاي مؤجلة برضو من الزبوع الثلاثر من عبد الجيش من برج العرب الاستندرية يعني من مباراة مؤجلة من الزبوع الثلاثر يعني النهاردة كتنباراتي لأني وانفي مؤجلة من الزبوع الثلاثر أي تصريحات اللي مختب معاك بسه يعني لسه اليد الاحتفالات موجودة ومكملة وعلى سوشل ميدي يعني من كل الاهلوية وعداء ومبسوطين بهذا التسويق في الزكرة يعني عيد ميلاد النبي العلي يعني حاجة مقترمة جدا جدا هنا كل الاستعادة يعني يعني كل الناس تاتة بتقالت مباراة للنبي العلي التسويق من خرط الريس مصر يعني اعتقد اعتقد النهاردة فوز الاهل بكأس مصر على عيد النادي الزمالك هو رب بمنتهى اللي احترام والأدب على عنوان مجلة النادي الزمالك الاهام صيمة التحافة المصرية من وجه مظري لما يكون موجود الكابتن محمود بيبو الكابتن محمود الخفيف حديد الملايين ويكون موجود بزحتة وابتسامة يسلم بيبو اعتقد كان من الاولى ان احنا نعلي قيمة الاحترام ان كابتن بيبو بروح رياضية بيتلم الجرع سبحان الله دايما ان الراف بيجي على طول الملعب مفيش ايام غير النادي الزمالك ويتوق بكأس مصر لما شو بقى يعني جريبة نادي الزمالك الكوماندو بيعملو ايه وهيقول ايه على الاحترام لكن عمرنا ما نشوفني حاجة زي كده في الجل في النادي الاهلي ولا في خانات النادي الاهلي لكن للأسف هذا العنوان يعني مصدر فتنة وتعطب بكل الجماهير حتى الزمالك هو يمكن رفضوه على تقدر الساقطة وللأسف انتنتظر على التبار لكن طبعا كان عاد هذا الامر لم يحدث اشكرك شكرا جزيلا يا صيد احمد شكرا جزيلا ومليون مبروك لكل الاهلوية وعيدنا للسعيد لكل الاهلوية